التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش ونجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته نيكوس أنستاسيادس وخلال الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن التقدير والشكر للرئيس القبرصي المنتهية ولايته على مقدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب معربا له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق من جانبه أعرب أنستاسيادس عن امتنانيه الكبير للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة مثمنا الإسهامات المقدرة للرئيس السيسي في إرساء دعائم التعاون المثمر بين البلدين على مدار السنوات الماضية ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين تحت قيادة الرئيس المنتخب نيكوس خراستو دوليدس تتواصل أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد بحضور رؤساء البرلمانات العربية ويأتي المؤتمر المنعقد في بغداد يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر فبراير الجاري تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي جاء ذلك خلال استقبال شكري وفدا من البرلمان الأوروبي لبحث التعاون المشترك في عدد من المجالات لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي وأيضا في مجال الطاقة كما تنور اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والتصعيد الحالية في الأراضي الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إن بغداد تجاوزت المحنة وهي ماضية بقوة نحو عراق مستقل ومستقر وموحد ومستهر وعبر شيع السوداني عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي مجددا توجه العراق نحو عقد الشركات التنموية البناءة وطويلة الأمد مع الأشقاء من أجل مواجهة التحديات بما يحقق مصالح كل الشعوب الشقيقة قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي إن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قوية وتستهدف صناعة الدفاع والقطاع المالي لروسيا مضيفا أن الدبلوماسيين الأوكرانيين والدولة بأكملها يعملون على تنديد العقوبات العالمية والأوروبية على وجه الخصوص إلى صناعة النووية الروسية وأكد زيلانسكي أن كييف ستواصل العمل على عقوبات ضد الكيانات الروسية وكل من يساعدها أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت مجموعتين من الجنود الروس ونظام حرب إلكترونية وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت أربع غارات على مجموعات الأفراد والمعدات العسكرية الروسية وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعتين من القوى العاملة ومحطة رادار روسية رفضت وزارة الخارجية الروسية وساطة سويسرا في حل الأزمة الأوكرانية معتبرة أن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها أن تكون وسيطا في الأزمة وذلك بانضمامها إلى العقوبات غير القانونية ضد روسيا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن سويسرا لم تعد دولة محايدة ولا يمكنها أن تدعي أي دور وساطة في سياق حل الأزمة الأوكرانية وكان وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيز قد أعلن مؤخرا عن استعداد بلادي في أي وقت لجمع الأطراف على طويلة المفاوضات وحل الأزمة الأوكرانية والإسهام في التسوية أكدت إدارة النقل في كاليفورنيا انقطاع الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة في منطقة لوس أنجلس مع استمرار العواصف في ضرب أجزاء من ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار وأكدت إدارة النقل في كاليفورنيا أن الطريق السريع المؤدي إلى الشمال خارج المدينة ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة بينما تم إغلاق العديد من النقاط الجنوبية الأخرى من الطريق السريع في لوس أنجلس ومحيطها بسبب الفيضانات ورياضيا واصل فريق ليفوربول نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة وتعادل مع مظيفه كريستل بالس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة ليرتفع رصيد ليفوربول إلى 36 نقطة في المركز السابع كما رفع كريستل بالس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يمصر بعد الفاصل